خلي بقى لحضراتك حتى كلمة متطرف معناها ايه يعني متطرف دي بيسمه اسم فاعل من تطرفها يعني خد الطرف يعني احنا عندنا طرف كده وطرف كده وفي النص الميزان هو خد طرف معين ومتطرف يعني انت طلبت التطرف واصبحت صناعتك التطرف بمعنى ايه مش تطرفت في مسألة وانتهينة مش هسميك متطرف انما عديت الحيطة لي ما فيش مشكلة انت اخطأت فيها خلاص هترجع للجد انما كل مسألك ومعظمها متطرف واخد الجانب ده فاصبحت متطرف يبقى انا مش هطلق قلمة متطرف الا على من كان في معظم مسائله خاصة الخلافية حضرتك يبقى معظمها واخد فيها جانب التطرف اللي هو جانب اليسار او جانب اليمين فاقول له اصبحت صناعتك اخذ الطرف ما كان التطرف ما بيجيش في النص ليه في المنهج الوسطي فاذا كان دايدانه هكذا عدتوا كده فممكن اسميه بعد كده متطرف بعد ايه بعد ما اقول له خلي بالك المسألة دي ما قالش بها حد طب خلي بالك المسألة دي مختلف فيها وعندنا لا ينقر المختلف فيه انما ينقر المتفق عليه يعني ايه؟ يعني ابو حنيفة قال مسألة ابو حنيفة يا سيدي بيقول ان اركان الوضوء اربعة اللي هم وردوا في صورة المائدة خلاص جيه الامام الشفعي قال يعني فرائض الوضوء سبعة فوزاد على الاربعة النية والترتيب والمولاة بين الاعضاء جيه السادة المالكية دخلوا الدلك في المسألة وممكن شالوا الترتيب وبتاع فاختلفوا والحنابلة كده فجيه واحد عمل على مذهب ابو حنيفة خلاص وانا شافعي وعملت بالسبعة والمالكي عمل والدلك لازم ادلك اعضائي وكده ييجي المالكي يقول انت لازم تدلك اعطاء اعضاء اخوة الا صلاتك باطلة لا اقول له لا كده العلماء والفقهاء اختلفوا بتنكر علي في الشيء اللي هو واسع بالدياقه ليه الشيء اللي فيه انظار وجات نظر مختلفة عاوزي تخليها رأي واحد ليه ما هو مشكلة المتطرف ان الامر الكبير يصغره ويجعله رأيا واحدا وان المسألة الصغيرة يصيرها قضية حضرتك فيجي يقول لك ايه ده التوسل بسيدنا النبي كده لا يجوزه بدعة وشيرك او ان انت تمسك سبحة دي بدعة او اللحية فارق ما بين الاسلام وغير المسلم اه ويعمل لك فوارق من امور مسائل جزئية صغيرة فاحنا هنا حضرتك بنبينهو ان لا ينقر المختلف فيه انما ينقر المتفق عليه العلماء كلهم اتفقوا واجمعوا على شيء كيجي انت تعمل خلافه اقول لك ده ما ينفعش بقى انت كده خرجت عن كل العلماء انما واحد فيهم خالف او اتنين وله ادلة معتبرة اقول له خلاص كل واحد يعمل بي اللي هو شايف ادلته معتبرة بس بعد ما نسأل العلماء وهم اللي يقولون حالتك احنا كنا خلالك بنحضر في لجنة الفتوى في الازهر الشريف وكنت بحضر في التمانينات مع وقاعد رئيس اللجنة سيدنا الشيخ عبدالله المشد الله وفي اللجنة هو حنا في المسأل وسيدنا الشيخ محمد ابو النور زهير الشيخ دا اللي قرانا عليه في اصول الفقه اللي عامل المذكرة على الاسنوي بشافعي والشيخ محرز الله يديره الصحة والعافية شافعي والشيخ مسلم مالكي والشيخ الحسيني شحاتة كان حنافيا فييجي السائل يخش كان فيه جامعة الازر تح ييجي السائل يخش فيسأل الشيخ محمد ابو النور زهير عن مسألة ملتزم بالمذاب الشفعية. فيلقيه المسألة مقفولة عنده وهقول له حرام شوية خالب. فيقول له ايه بقول لك ايه يا هم الحج او يا ستي يروح عند سيدنا الشيخ مسلم اللي هو الملكي. ليه الشيخ عارف ان المسألة هتتفكي عنده. لانها مختلف فيها. الله. فعاوز يحلل له مشكلات احنا مش جايين نعقد الناس. احنا جاي نحلل له مشكلات لذلك يقول له روح عند الشيخ عبدالله المشد. روح عند الشيخ وحنف ايه وعالم وانفتح على المذاب كلها فيجي يقول لك هو انت لازم تاخد بمذاب الاحناف يعني حتى بقول له طب اقرأ كتاب ايه مولانا في الاحناف قال لي اقرأ بداية المجتهد لابن رشد لاني بيتكلم اينام عن المذاب الماليكي ولكن مفتوح على المذاب الاخرى زي المغني لابن قدامى شوف الانفتاح في المسائل الخلافية عملت زي